وتستمر المسيرة وتستمر سيرة حضرة النبي بتنور قلوبنا وتنور عؤلنا ونستمر مع حضرة النبي ومشيين في ايد حضرة النبي وهو بيفرجنا على الحياة بس من عالم الانوار من عالم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عالم السيرة والاسرار واليسر والسرور القصة النهاردة اللي احنا اخذنا من السيرة بتقول ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بيحادث احد اصحابه في شأن من شون الدين والدنيا ومر بيهم رجل وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان محضر ان يعلم الصحابي درس مهم جدا فمر بيهم رجل شريف النسب عظيم المقام معروف يعني رجل شخصية معروفة عظيم النسب عظيم المقام تبدو عليه اثار النعمة وبوادر القوة عفي وكمان متأنق فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر الي سهل رضي الله عنه الصحابة اللي كان قاعد جنب حضرة النبي عشان ايه؟ عشان يستشفه ايه الميزان اللي عنده اللي بيفاضل بيه بين الناس وهل الميزان ده ميزان صحيح فيقره عليه حضرة النبي ولا ميزان خاطئ فيقومه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي دايما كان بيرق الصحابة الجلسة معاه يا أبي وأمي توصل إلى عنان السماء إلى النور إلى البركة فحضرة النبي قال له ما رأيك في هذا؟ فنظر الصحابة إلى ذلك الرجل فوجده من أشرف الناس وأعيانهم فقال على البداها بالانطباع الأول بالانطباع الشخصي الأولي كده رح ما أصدر عليه حكم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شوية صفات عنه ذكر أنه مكانته عالية وهو سيكون محط لأنظار الناس وده سيخليه جدير إنه لو تشفع عند الناس سيقبله شفاعته والناس تكون حريصة على مصاهرته حضرة النبي سكت وسكوت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده سكوت إليه؟ سكوت المربي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالنصيحة فانتظر الوقت اللي هو هينصحوا فيه فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فإذا لغاية ما يجي مثال آخر عشان يباني الكفتين ميزان لغاية ما جيه صحابي تاني فلا صلى الله عليه وسلم من فرصة مواتية فمر رجل آخر من فقراء المسلمين رث السياب مهدوم الجانب معدوم الحياة ما عندوش حيلة معدوم الحيلة لما تشوفوا كده تلمح في قسماته في قسمات وجه الإجهاد والمشقة واحد زي ما يقولوا كده شايان وفي التصرفاته بسيط ومتواضع فحضرة النبي يعيد عليه السؤال يعيد على الصحاب السؤال ما رأيك في هذا؟ فيجيب بأنه كانوا يجاوب بناء عكس اللي كان للصحاب الأول إن فلان ده لما كانت له عند الخلق وأنه لن يجد لقوله أزاناً صاغية تسمعه ولا لشفاعاته نفوساً تقبلها ولا هو مطمع في مصاهرتي وهنا يقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيابي وأمي موقف المعلم بقى فيبتدي يعلم الصحابة يقوله إيه؟ يقوله عشان يرجعوا إلى النصاب الأحكام الصحيح فقال له هذا اللي هو ذلك الشخص الرث ده اللي هو ما زال بيمر ما بين إيدين حضرة النبي هذا خير من ملء الأرض مثل هذا يبقى الشخص اللي انت شفته الناس مش هتكون حريصة على مصاهرته ومش هيشفع والناس مش هتسمع لكلامه أو ده خير من ملء الأرض من هذا طب إيه الحكاية؟ حضرة النبي كان عايز يعلم الصحابة إيه؟ اللي هيبدو في أول واهلة كده من خلال هذه الصيرة إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نعمل إيه؟ عايزنا لما نحكم على الناس ما نحكمش بالمظهر صح؟ كلام ده ده أحد المعاني اللي عن نستفدها وأحد الأسرات اللي استفدها من قصة السيرة دي بس فيه معنى أهم من ده إيه هو المعنى الأهم؟ أنا شايف إن حضرة النبي ما كانش عايز الصحابة أصلاً يحكم على الناس هو حضرة النبي لما يعلمه إن حكمه بالظاهر ممكن يوديه إلى الخطأ إيه بحضرة النبي عايزه يعمل إيه؟ ما يحكمش على حد حضرة النبي عايز يقول للصحابة إحنا لما بنحكم على الناس ممكن نقع في الخطأ وممكن الخطأ يتحول إلى خطيئة فلازم نتوقف عن الأحكام على الناس في ناس تلت تربع حياتهم كله أحكام على الناس ونقول لكم قبل كده إن إحنا عملنا بحث أنا وعدد من تلمزتي على عدد من الناس فوجدنا أن الناس بيضيعوا حياتهم في الأحكام على الناس فوجدنا أن الشخص بيعيش المال يزيد عن 6% من يومه لنفسه و94% ضايع وأهم كتلة ضاعت في ال94% دي ضاعت فيها كانت الأحكام على الناس هو يشوف الواحد يفضل وراه ويتتبع أخباره ويبص على صفحته على الفيسبوك وكمان يشوف كمان صوره المنزلين على الإنستجرام قاعد شاغل نفسه بإنه يحكم عليه ياخد ده منه وقت وقديه بساعة اتنين تلاتة خمسة ستة ياخد اليوم كله عشان يحكم على واحد هو ده كويس ولا وحش ومع أنه أصلا مش في حاجة أنه يحكم عليه سيرة حضرت النبي بتعلمنا أن من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه مش شغلتنا أن إحنا نحكم على حد خالص وخلوا بالكم أن أحكمنا على الناس تلاتة اربعة بتبقى أهواء وانطبعاتنا دي جاية من عالم النفس الأمارة بالسوق انطبعاتنا اللي إحنا بنحكم بها على الناس لو أن إنسان عاش قلبه سليم وعقله سليم من أنه يحكم على ده ويدخل ده في عالم التلوث ويدخل ده في عالم الفساد ويدخل ده في عالم الضياع هو قاعد كل اللي بيعمله بيحكم على الناس عمره يضيع منه وإن اللي حاصل ويتملي حياته بالذنوب وتتملي حياته بالغيبة ويتملي حياته بالنميمة ويتملي حياته بالبهتان وهو قاعد ومتصور أنه من بيعملش حاجة يا سادة توقفوا عن الأحكام فإن الأحكام لمن يملك العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا سادة كتر الأحكام اللي احنا بنحكمها على الناس بتضيع علينا فرص كتير جدا جدا من المحبة شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي خلاني قلت أن حضرة النبي كان أرصد أنه يعلم الصحابي أنه ما يحكمش على حد عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن أصحابي أن يريدوا أن ألقاهم سليم الصدر فعشان كده احنا بنقول احنا لازم نتوقف عن الأحكام ليه طيب توقفنا عن الأحكام يحافظ على قلبنا من غير لا حقد ولا غل ولا ضيق ولا عدم رضا نتعامل مع الناس بصدر منفتح أقول لكم حاجة أكتر حاجة تشرح صدرك وتخلق وتريح بالك التوقف عن الحكم على الآخرين مش شغلتك تحس كده أن في مساحات في صدرك وسعى فضلة عشان تبتكر وفضلة عشان تحاول أن أنت تبقى موصول مع الله مسافة وسعى كبيرة في قلبك